يعني دائما نسمع من أحبائنا المسلمين الله على كل شيء قدير كن فيكون هل ضروري يكون في صليب يعني مين فينا يسأل الله شو بيعمل الله يقدر أن يغفر بكلمة فشو الرد يعني أنه الله عجز عن الغفران رغم أنه هو اللي خلق كل شيء ده كلام رائع وعلى فكرة ده سؤال يعني واحد من أحبائنا ألم يكن ممكن على الرب غفران الخطايا بدون صلب المسيح وبدون تعذيب المسيح الفضيع بالصلب واحد من أحبائنا المسلمين سأل هذا السؤال وفيه سؤالين برد عليهم بسرعة بعد ما تجاوب على هذا السؤال ده سؤال رائع وخاصة أن طبعا الله قال فكان أمر فصاش فبكلمة خلق الكون كان يقدر بكلمة يغفر لا ينهي الجنس البشري ده وبكلمة يخلق جنس بشر جديد كان يقدر وكان بكلمة يغفر بس في الحالتين لو أنا الجنس البشري يبقى صفة الرحمة تعطلت اللي احنا قلناها قبل كده وعاجز وهنا وفي نفس الوقت هو خلاص في صفة معطلة يبقى الله عاجز مش ده بالعكس ده فكرة أن الله يغفر بكلمة هنا يبين عاجز الله مش كمال الله ولا خوة الله لأن هنا في صفة تعطلت في الله طبعا إحنا لو فيه عدو تعطل في جسمنا بيقولوا علينا إيه إنسان عاجز فالله حاشى أنه يكون عاجز الحاجة التانية الله كان يقدر يخلق خليق جيد آيو صح لكن برضو هنا برضو بيغيب صفة الرحمة بيكون في صفة عدو الله لا يناقض طبيعي بزب لكن حاجة تانية كان شخص صديق لي سألني السؤال ده وهو شخص ميكانيكي رائع ميكانيكي سيارات رائع والمهم الإجابة جات في وقتها لأنه كان عنده عربية بيحبها جدا جدا وعربية من جديمة بشكل فظيع يعني عشان يصلحها هيتكلفه كتير تعب وشغل والكلام ده كله فأنا بسأله لما سألني السؤال ده قلت له طيب العربية دي يعني أنت تقدر ترميها وتجيب واحدة غيرها فقال لي في حاشتين يا آه هتكلفني من أن أصلحها أكتر من أن أجيب واحدة غيرها لكن الحاجة الأولى أنا بحب العربية دي الحاجة التانية أنا بحب أشتغل في العربية دي وصلح العربية دي عشان تشتغل تاني اللي أنا بحبها فهنا وأنا قادر أن أعمل كده فالله بيحب الإنسان وقادر أن يرحم الإنسان ويتمم عدله في نفس الوقت لأنه لو غفر بكلمة يبقى لغى فكرة العدل لأنه الله الله بيحب الإنسان عشان كده أبقى على الإنسان وفي نفس الوقت الله رحيم رحم الإنسان والله عادل تمم عدله في المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر